سنسور الباب الجديد من أكارة اللي اسمه P2 هو من أحدث أجهزة السمارت هوم اللي بتشتغل بالستاندرد الجديد اللي اسمه MATER يعني إيه ستاندرد؟ يعني الطريقة اللي أجهزة البيت الزكي بتتوصل بيها مع بعضها الميزة الكبيرة إن الستاندرد تعم MATER مدعم من جميع منصات السمارت هوم الأساسية الموجودة في السوق زي أبل هوم و أمازون أليكسا و جوجل هوم و سامسونج سمارتينجز و كمان الهوم أسيستن و ده معناه إن السنسور بتاع أكارة ده ممكن يشتغل مع جميع المنصات دي بطريقة لوكل و بدون الاحتياج للإنترنت وبالتالي أداءه حيبقى سريع و استجابته هتبقى عالية السنسور بيجي في علبة عليها اللوجو بتاع MATER و على الظهر بتاعها مكتوب Built on Thread Requires Border Router يعني إيه الكلام ده بقى؟ خليك معاي عشان حتة الجاية دي مهمة و فهمها هيسهل لنا حاجات كتير قدام دلوقتي احنا اتفقنا إن MATER هو الستاندرد اللي اتفقت عليه منصات البيت الزكي المختلفة عشان لو انت اشتريت جهاز بيداعم MATER تقدر تشغله مع أي منصة من المنصات دي بدون مشاكل تحت المظلة بتاعة الستاندرد اللي اسمه MATER ده أجهزة البيت الزكي تقدر تتكلم مع بعضها أو تتواصل مع بعضها ببروتوكول من اتنين يا إما عن طريق موجات الواي فاي يا إما عن طريق موجات اسمها THRED السنسور بتاع اكارا P2 بيشتغل بالموجات اللي اسمها THRED فعلشان تقدر توصله بأجهزة البيت الزكي اللي عندك محتاج هاب يتكلم بالموجات اللي اسمها THRED برضو والهاب اللي بيتكلم بالموجات الTHRED هو ده اللي اسمه Border Router المقصود بالكلمة دي انه هو بيقدر التواصل مع الاجهزة اللي بتشتغل بالثريد ويدخلها على شبكة الواي فاي بتاعتك طب ايه هي الاجهزة اللي موجودة في السوق وبتعمل الشغلانة دي؟ او يعني ايه هم البردر روتر اللي موجودين في السوق حاليا؟ عندك الـ SmartThings Hub او الـ Amazon Echo الجيل الرابع او الـ Amazon Eero واي فاي روتر او الـ Apple HomePod الجيل التاني او الـ Apple HomePod mini او الـ Apple TV 4K سواء الجيل التاني او التالت او الـ Google Nest Hub الجيل التاني كل الاجهزة دي ممكن تشتغل كثريد بوردر روتر يعني يتواصل مع الاجهزة اللي بتشتغل بالثريد ويوصلها لشبكة الواي فاي بتاعتك فانا عندي HomePod mini متوصل على شبكة الواي فاي عندي وبالتالي في حالتي انا هو ده اللي هيشتغل معايا كثريد بوردر روتر المهم لما تفتح العلبة بتاعت الاكارا P2 هتلاقي السنسور متكون من جزئين الجزء الكبير اللي فيه البطارية وفيه الانتنة بتاعت الثريد وطبعا فيه السنسور اللي بيحس بالباب مفتوحة لمقفولة والجزء الصغير التاني ده بيبقى عبارة عن مغناطيسة لما القطعتين بيقربوا من بعض السنسور بيدي ان الباب او الشباك مقفول ولو القطعتين بيعدوا عن بعض السنسور بيدي ان الباب او الشباك مفتوحة احسن حاجة في السنسور ده هو سهولة اضافته لمنصات اللي سمارت هوم المختلفة يعني مثلا لو عايز اضيفه على نظام الهوم أسيستنت كل المطلوب تعمله انك تدوس على زرار الربيرنج اللي موجود في السنسور لحد ما اللمبة الزرقة دي تنور وبعدين تفتح الابلكيشن بتاع هوم أسيستنت على الموبايل وتدوس على ستنس وبعدينases and services وبعدين تدوس على devices وبعدينadd device وبعد كده تدوس على add matter device هيفتح لك كاميرا الموبايل فهتعمل سكان للQR المس mình وبعد كده تدي للسنسور الاسم اللي انت عايزه وخلاص على كده ببساطة اتزود لنظام الهوم أسيستنت وبنفس الطريقة ممكن تزوده على نظام الابل هوم برده هتفتح الابلكيشن بتاع الابل هوم وتدوس على علامة الزائد اللي فوق وبعدكها تدوس على Add Device وبعدكها هيفتح لك الكاميرا فهتعمل سكان للQR Code وهتلاقي ان هو بقى يتواصل مع نظام الابل هوم وتديله بقى الاسم اللي انت عايزه وتحطه في القودة اللي انت عايزها اما بقى لو عايز تضيفه لنظام Alexa فهتروح تفتح الابليكيشن بتاع Alexa وعند جزئية الـ Devices هتدوس على Add Device وغالبا هتلاقي ان Alexa لقيته لوحدها فعشان تعمله pairing فهتدوس على Connect وحيسألك هل الجهاز عليه متر لوجو وهيطلب منك انك تعمل سكان للQR Code بس هنا علشان انا كنت ربطت السنسور بانظمة تانية اللي هما الـ Home Assistant والـ Apple Home قبل ما ربطه بـ Alexa فهيطلب مني رقم جديد للـ Pairing فهروح على النظام اللي انا كنت ربطت عليه السنسور قبل كده اللي هو في حالتي انا هيبقى الـ Apple Home واروح على السنسور نفسه وبعد كده في الـ Settings بتاعته هدوس على Turn On Pairing Mode وهنا هيتديني رقم pairing جديد فهاخد الرقم ده Copy واروح اعمله Paste في تطبيق Alexa وحلاقي ان السنسور الزود عندي بدون مشاكل طبعا زي ما قلنا ان السنسور ده بيتكاوم من قطعتين قطعة بحطها على الباب او الشباك نفسه وقطعة بحطها على حل الباب بحيس ان انا اقدر اعرف اذا كان الباب مفتوح ولا مقفول احلى حاجة ان التواصل ما بين السنسور ده وما بين انظمة البيت الزاكي المختلفة اللي قلنا عليها كلها بتتم بطريقة Local بدون اللي احتاج الانترنت فاستجابته بتبقى سريعة جدا وبالتالي انا ممكن استخدمه علشان اعمل Automations في السمارت هوم بتاعي او كمان استخدمه كجزء من نظام امان او Security System بتاع البيت الزاكي بتاعي زي ما كنت شرحنا في الحلقة دي بس امید كان uno وحلقه بالحلقة اماندها